فعلى العاقل فعلى المسلم فعلى أولي الألباب أن يتفكروا في آيات الله الشرعية التي هي كلامه سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله لهذا إذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى أما بعد إخواني الكرام أخواتي الكريمات نواصل معكم بإذن الله تعالى مدارسة عقيدة بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى وكنا وقفنا في الحصة الماضية في سياق كلامه عن الرسل وبينا أن المسلمين قاطبة يؤمنون بجميع الرسل ولا يفرقون بين أحد من رسله كما قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله وبينا كذلك أن من الرسل من قص الله علينا نبأهم ومنهم من لم يقص الله علينا نبأهم فنؤمن بهم إجمالا فنقول نؤمن بكل الرسل وذكرنا كذلك مسألة المهمة وهي مسألة أولي العزم من الرسل قد جاء ذكرهم في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل وذكر البغوي عن ابن عباس أن أولي العزم من الرسل هم الخمسة الذين ذكروا في موضعين معا من القرآن العظيم قال تعالى شارع لكم من الدين ما وصى به نوحى وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَ بِهِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى أَنَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتْفَرَّقُوا فِيهِ فهؤلاء الخمسة هم أول العزم من الرسل وأفضلهم وخيرهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الآن بعدما ذكر الرسالة العامة شرع يذكر في رسالة نبينا محمد صلى الله وسلم فقال رحمه الله ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهد به الصراط المستقيم هذا كلامه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال ثم خاتم الرسالة نبينا محمد صلى الله وسلم هو خاتم الأنبياء هو خاتم المرسلين وشاء الله عز وجل أن يكون النبي الخاتم أرسل لخير أمة أخرجت للناس وأنزل عليه خير كتاب ويتضمن أكمل وأعظم دين ونبينا صلى الله عليه وسلم له خصائص هذه الخصائص يذكرها العلماء في الاعتقاد وكذلك يذكرونها في بعض كتب الفقه كتب الخصائص فيذكرون شيئا من الخصائص التي ربما اتفق عليها وبعض الخصائص التي قد يختلف فيها من الخصائص المتفق عليها ما ذكرناه ها هنا وهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يعني آخر الأنبياء فلا نبي بعده كما جاء مصرحا به في سنة النبوية قال صلى الله عليه وسلم وإنه لا نبي بعدي وأنه لا نبي بعدي فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى لهذا من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب ولا بد أن يظهر كذبه للناس كذلك من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث إلى كافة الناس بل إلى الجن والإنس قال تعالى وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فلا يستثنى أحد من رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم بل هو صلى الله عليه وسلم مبعوث حتى إلى الجن كما قال تعالى حاكيا قصة الجن في آخر سورة الأحقاف قصة الجن الذين أسلموا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به فهؤلاء الجن آمنوا برسالة محمد وعادوا وآبوا إلى قومهم داعين ناشرين للتوحيد فالجن مخاطبون كذلك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقد ضل من زعم من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول إلى العرب فقط هذا كذب وبهتان فنبينا هو رسول إلى العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مبعوث إلى الجن والإنس ونص القرآن على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أكبه الله في النار أو إلا أدخله الله في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن القرآن فيه خطاب لأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائله إلى الملوك الذين منهم يهود ونصارى إذن فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقالين وكان النبي قبل محمد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الناس إلى قومه خاصة وبعث نبينا إلى الناس عامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخصائص الذي رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة لهذا رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس كذلك من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأنبياء وسيد ولد آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صاحب الشفاعة العظمى في الموقف العظيم حيث يذهب الناس يستشفعون بالأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يقول أنا لها فيذهب فيسجد عند العرش ويشفع عند ربه سبحانه وتعالى هذه بعض خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أشار الشيخ رحمه الله في متنه إلى بعضها قال ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة هنا يتكلم عن ختم الرسالة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم قال فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هذا جزء آية يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالذي ذكره هو جزء من آية من القرآن العظيم قال رحمه الله بعد ذلك وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهد به الصراط المستقيم قوله وأنزل عليه كتابه الحكيم المقصود به القرآن الذي هو أعظم كتاب نزل من السماء أعظم كتاب نزل من السماء أنزله الله تعالى على سيد الأنبياء والمرسلين على سيد ولد آدم وجاء بدين لخير أمة أخرجت للناس كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذا القرآن العظيم هو هذا الذكر الحكيم أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يسقى ومن أعرض عن ذكري قال أهل العلم الذكر هنا هو القرآن كما قال سبحانه صاد والقرآن ذي الذكر وقال تعالى وهذا ذكر مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلناه هو القرآن فقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له ما عشتا ضنكا قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ولكن هذا القرآن العظيم يحتاج إلى بيان يحتاج إلى تفسير فأعظم من فسره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهذا قال بعد ذلك وشرح به دينه القويم أي شرح به القرآن وشرح القرآن كان بسنة وتفسير القرآن كان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية وكذا الفعلية فأقواله تفسير للقرآن وأفعاله تفسير للقرآن وامتثال للقرآن لهذا من أراد أن يبصر قرآنا يتحرك قرآنا يمشي فليتأمل وليتذبر في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وديننا قائم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا قال بعدها وهد به الصراط المستقيم فمن التزم كتاب الله والتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على صراط مستقيم كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقد جعل الله عز وجل طاعة نبيه من طاعته فقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة وعلق الله تعالى الفلاح على طاعته وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون فعلق الفلاح على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد نصب الله في هذه الدنيا سراطا يؤدي إليه وسد الأبواب كلها إلا باب محمد صلى الله عليه وسلم فكل الطرق لا تؤدي إلى الله الطريق الوحيد الأوحد الذي يؤدي إلى الله هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن سلكه كان مهتديا ومن استنكف عنه أو استكبر عنه أو تنكب عنه فهو ضال عالما كان أو جاهلا فالواجب على الناس جميعا أن يسلكوا طريق محمد وسبيل محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الطريق الوحيد الذي يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض ولأنه الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله عز وجل لهذا قال وهد به الصراط المستقيم والصراط الثاني الذي نصبه الله تعالى هو الصراط الحسي الذي سيأتي ذكره الذي يكون يوم القيامة عندنا صراط معنوي في الدنيا وعندنا صراط حسي على قدر سيرك أيها العبد في هذا الصراط تسير في ذاك الصراط دزاء وفاقة لهذا ذاك الصراط الحسي أخبر النبي صلى الله وسلم هذا الصراط المنصوب هذا الصراط المنصوب على ظهر جهنم يعبره الناس ويجوزه الناس على قدر أعمالهم منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يجري جريا ومنهم من يزحف زحفا وعلى الصراط كلليب تأخذ من أمرت بأخذه فتلقيه في نار جهنم والعياد بالله فالسير في ذاك الصراط على قدر السير في هذا الصراط فعليك أيها المسلم أن تشتهد في اقتفاء سنة النبي صلى الله وسلم وفي اتباع هديه فإنه صلى الله عليه وسلم فإن سلوك طريقه هو عنوان الفلاح وعنوان النجاة ومن الإيمان برسالته يعني من مقتضى الإيمان برسالته طاعته فيما أمر عليك لا تفرق بين أمر الله وأمر رسوله فإن أمر الرسول وسلم أمر من الله فهو مبلغ عن رب العالمين من يطع الرسول فقد أطاع الله وكذلك عليك أن تجتنب ما عنه نهى وزجر ما نهى عنه رب العالمين أو نهى عنه النبي وسلم فهو نهي من الله عز وجل لأن النبي صلى الله وسلم إنما هو مبلغ عن الله كذلك عليك أن تصدقه بما أخبر من الغيبيات وغيرها مما مضى أو مما هو قادم أخبارك عن الدجال أخبارك عن الدابة فعليك أن تؤمن لأنه مخبر عن رب العالمين ولا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إلا حقا ولا ينطق صلى الله عليه وسلم إلا صدقا ومن مقتضى كذلك الإيمان به ألا تعبد الله إلا بما شارع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فتصلي كما صلى صلوا كما رأيتم وني أصلي وتحج كما حج حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم وتذكر كما ذكر لهذا لا يسرع أن نزيد في الدين ما ليس منه لا بد أن نلتزم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واستددنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة